طبعا هو المشهد الأبرز محمد استهدافات اليونفل والتي تأتي لليوم الثاني على توالي كانت بحسب المعلومات هذه أولا قذيفة من المدفعية الإسرائيلية استهدفت مدخل المركز ما أدى إلى تضرر هذا المدخل بعدها ذبابة مركافا أيضا قامت باستهداف برج آخر للمراقبة بعد استهداف برج يوم أمس وإصابة جنديين يوم أمس اليوم هناك إصابات وقعت في صفوف الكتيبة السيرلنكية بحسب المعلومات سيصدر بيان بعد قليل عن قوات اليونفل تتحدث فيه عن هذا الاستهداف خصوصا أن هذه الاستهدافات تتكرر وهي تأتي بعد مطالبات إسرائيلية متكررة لليونفل بإخلاء مراكزها ولكن يونفل كانت دائما ترد بالرفض وبأنها لن تغادر وستبقى في جميع المراكز المنتشرة على الشريط الحدودي وبالتالي البعض يرى أن قد تكون هذه رسائل عسكرية إسرائيلية لحث القوات الدولية على المغادرة ولكن كان يوم أمس هناك أيضا تأكيدات من بعد الاستهداف الذي حصل بأنها ستبقى في مراكزها ولن تغادر طبعا بانتظار هذا البيان المرتقب اليوم عن القوات الدولية إلى ذلك الغارات الإسرائيلية كانت تتواصل في ساعات الصباح رغم أن الساعات الليل كانت هادئة يعني كان هناك قصف إسرائيلي متقطع على عدد من البلدات الحدودية ولكن وطيرتها انخفضت عن الأيام السابقة والليالي السابقة اليوم هذه الغارات التي تحدثت عنها ببلدتي عيت الشعب وكفر تبنيت كان هناك أيضا غارات على منطقة تبلاط وبصر هذه مناطق حدودية بالإضافة إلى غارة على بلدة جبشيت كانت الوكالة الوطنية الرسمية أشارت إلى مقتل أربعة أشخاص جراء هذه الغارة بالمقابل كانت رشقة صاروخية آخر رشقة صاروخية أطلقت من جنوب لبنان قبل حوالى ثلاث ساعات باتجاه حيفا أعلن منذ بعض الوقت حزب الله بأنه استهدف منطقة أو تجمعا لجنود إسرائيليين في منطقة زوفولون في شمال حيفا وكان سبق هذا الإعلان بيانين متتاليين لحزب الله الأول أعلن فيه استهداف تجمعا أيضا لجنود إسرائيليين في ثكنة يفتاح ومحيطها برشقة صاروخية هذه الثكنة هي مقابلة تماما لبلدة بليدة التي كانت تحاول إسرائيل التوغل إليها لعدة مرات ولعدة أيام كما تم استهداف تجهيزات الفنية في الموقع العباد بصواريخ موجهة وهذا الموقع هو مقابل تماما لبلدة حولى يعني هناك طبعا ترقب لما ستحمله ساعات المقبلة وخصوصا مع استمرار عمليات التسلل التي حصلت يوم أمس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر